السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنكمل مع ديتوكس تنظيف الجسم هنخلصنا القولون الكبد الجهاز المفاوي والكلة دلوقتي هنتكلم على عضو من اهم الاعضاء عشان الاكسوجين اللي هو بيدخل في كل الخلايا كل العمليات الحيوية لا تتم الا بوجود الاكسوجين واولها المخ الرئة هنزاي نعمل ديتوكس للرئة بتاعتنا ومين اللي هم المفروض يعملوا ديتوكس للرئة بتاعتهم يعملوا تنظيف طبعا كلنا مفيش كلام بس اكتر شريحة محتاجة او يتعمل ديتوكس للرئة الناس اللي كانت مريضة مثلا عندها التهب برئة ويمدتوينة الناس اللي عندها ازمة علطوا الناس اللي عندها حساسية حتى الجيوب الانفية ويهف تدوتوكس الرئة بتاعتنا اوكي الناس اللي سكنة في الاماكن القريبة مثلا من الشوارع العامة وعندهم تلوس من السيارات بقى والاوتوبيسات كل الناس دي لازم تعمل ديتوكس اللي رئة بتاعتها من وقت للتاني الناس اللي عندها بلغم على طول وعندها مخاط بيصحوا عندهم مخاط حتى لو هم في زورهم من وقت للتاني بيناد ان يعملوا ديتوكس يتخلصوا من كل ده اللي كان عندهم سرطان رئة وتعافوا منه بيهاف تدوت ديتوكس من وقت للتاني لان كل الناس اللي مرضت قبل كده بالرئة هتلاقوا الا اثار كل بقى انواع امراض الرئة اذا كانت بالبكتيريا او فيروسات كلها لها اثار في الاخر اثار جانبية بتحسوها في النفس مش مش كلير زي الاول فيه سامتنج يعني مش مظبوط باخد نفسي بالعافية فيه نغزة في صدري كل الحاجات دي يعملوا ديتوكس للرئة وده سهل قوي وبيجيب نتيجة فعالة او من الحاجات بقى اللي ممكن اعمل بيها اول حاجة الاكل اعمل ايه في الاكل وبعد كده الاعشابة العطرية والحاجات اللي ممكن اخدها بقى مش مش عطرية والسابليمنت اللي اشتري يعني نتكلم خطوة خطوة نومبر ون الاكل اعمل ايه في الاكل في فترة ان انا عندي مشكلة فريقة بتاعتي اه نسيت الناس اللي هما مثلا بيستعملوا المطهرات في البيت الكولور بقى كل الحاجات دي كل الناس دي في ناس تتعرضت فعلا مشاكل في الرئة بتاعتها حتى انا 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 من عشاق البخور البخور بس بجيبي النوعية الحلوة الجيدة بس برضو حسيت انه اثر عليها ولان البخور جيد من وقت للتاني وبكون فتحة للشبابيك بس برضو بحس انه اثر عليها الى حد ما فحتى كل الناس دي معرضة لمشاكل طبعا نستكنين جنب المصانع والشركات وبيشموا ادخنة غريبة كده كل الدول يعملوا ديتوكس للرئة نيجي نيجي للديتوكس بقولنا اول حاجة الاكل بتاع وقت الديتوكس زي فترة الديتوكس اللي احنا عملناها لكل الامراض نفس الكلام للرئة انا اقلل بقى اللحوم والمنتجات الحيوانية كلها الديري برودكت كلها اوقفها منتجات الالبان كلها اوقفها في فترة الديتوكس مش هوقفها لعمره كله يعني ما تتخضوش بعد ما وقفت كل ده واللي عنده بقى مرض مشكلة مرض مناعي مرض يعني سبير وبيحاول يتعالج منه قلنا حيوقف الجلوتين في حالة الديتوكس بتاع ريه ممكن اخفف بس من متجات الامحة اعمل ايه بقى اول حاجة اني حشب مية كتير قوي شوفوا في كل الحاجات في الكلا في الكبد جهاز الهضمي واحتاج مية كتير قوي مع اللمون وازود في اللمون نمبر وان من الفيتامينات اللي بتساعد توهيل الرئة حتى في ناس اللي عندها مشاكل مية في الرئة ومشاكل يعني امراض كتيرة في الرئة كانوا بدونهم اي في يعني اه بيعلى قولهم محلول في فيتامين سي جرعات عليا جدا وتشافوا بفيتامين سي ونيد فيتامين سي وجرعات عليا هاخدوا بقى من كل الفواكه والاوراق الخضراء الطازة هاخدها اعمل لك كلها عصير على بعض اعصر العصير ده هعمل عليها عصرة لمون حلوة كده كبيرة واشربوا ده is very good وطبعا هاخدوا على معدة فضية اما بين الوجبات وانا حسنا نجاعنا او يعاوز اكل قبل ما اكل بساعة عامله او الصبح اوكي ممكن اعمله مرتين او تلاتة في اليوم يعني ده بعتبره غذاء في وقت ده الغذاء بتاعي اوكي عملنا الحاجات الطبيعية من الاكل خدنا فيتامين سي ممكن اخد بقى جرعة فيتامين سي كمان ازاودة اللي هو الاسكوربيك اسد بيشتغل very good حتى اقول انه جزء من فيتامين سي ولكن بيساعد بنسبة عالية جدا جدا شوفوا الناس اللي خدوا الاسكوربيك اسد بيعمل ايه اللي يقدر يجيب طبعا الفيتامين سي كله على بعض الهول من الهول فود is very good وكي فيه رو فيتامين سي فيه اللي هو اللايبوسومال فيتامين سي كله حلو اللي ما عندوش بيجيب الاسكوربيك اسد هيساعدهم very good كل الحاجات اللي احنا بنحكيها دي حتساعدنا ان الرئة بتاعتنا تكون حلوة اوكي بعد كده تمريني النفس ودي اهم حاجة حتى ادخل كمية كبيرة من الاكسجين وانشط اكبر عدد واستخدم اكبر عدد من الحويصلات الهوائية اللي موجودة فريقة عندي اخذ النفس all the way deep لحد ما حس بيه في الدلوع بتاعتي هم اللي تكلموا على النفس العميق تحس بيه وصل للدلوع بتاعتك اندان بعد ما تنهيل all the way كده تحبسوه قد ما تقدرو اندان بتطلعوه زفير من الفم على مدة طويلة انجويد وتفريدي بيساعد كل حاجة من اولها خلايا المخ بتتنشط بتاعتنا الناس اللي عندها نسيان كل حاجة بتدينا طاقة عصغير حياتنا كلها يبقى عملنا النفس تمريني النفس الاكل بتاعنا شنا منه منتجات القلبان الناس اللي عندها بلغم they have to اجي بعد كده بقى للأعشاب كل الأعشاب العطرية مفيدة حاخدها مشروب او اخدها منقعة في ميات تغليه دو كل الحاجات دي انا لو عندي مشكلة ولا دي عندهم ازمة عندهم مشكلة حتى في قلنا في الجيوب الأنفية بيساعد كتير او كل اللي انا هقوله بيساعد في كل كل المشاكل دي بيساعدها هنعمل بقى الأعشاب يا اما هحط بقى مثلا زي اليكلوبتس ده هجيبه وحطه في مياه مغلية جيب الأوراق بتاعت الشجر او لو عندي زيت نقطة وحطه في المياه او حطه في الفواحة واتبر ايه متوفرة عندك واسيبه يغلي ثواني على نار هدية ويكون في يعني موجود مكان ما الولاد موجودين بكل المرضى اللي هما عندهم من مشكلة فرقة بيساعد حلوة او يشوفوا اوراق الوكلوبتس موجودة موجودة في معظم الدول العربية الشجرة دي اصلا بتحتاج المناخ بتاعنا المعتدل يعني هي موجودة في الدول العربية كلها المفروض اوكي اللي عنده الزيت رائع الاستنشال اويل بتاعه مش هتغلبه في امراض في الكحة بقى ومشاكل الازمة وربه كتير بيساعد سبحان الله حاجيبه الفواحة وتحطوه ويستنشقوه يعني ممكن يحطوا فوطة او حاجة عشان تكونوا مركزة عليهم ويشموا ده بيساعد كتير او حتى في مرض الكورونا كتير حيساعد الناس اللي عندها مشكلة اوكي من الاكل بتاع بقى اللي زوت في الاكل بتاعنا قلنا الاورائق الخضرة كلها ونيدت والفواكه عشان هي رو هي حية فيها بيتامين سي فيها الفيتامينز كلها لاني محتاجها والانزيمات كل ده اي نيدت اوكي انا محتاجة التوم اكله في اكله بالنسبة كبيرة قوي والبصل بالنسبة كبيرة قوي كل ده عشان مادة الكورسيتين اللي هي مفيدة قوي للجهاز التنفسي كله والامراض الخاصة بالجهاز التنفسي قلنا هنجيب كمان ان الحاجات اللي فيها مادة الكورس بالنسبة عليها او اللي هي النيتن ليب او اللي هي القريس او الحريق هتوها حلوة او اعتقدة السيزن بتاعها في الدول العربية دلوقتي في فصل الشتاء رائعة لكل حاجة لكل حاجة دخل فيها مفيها دلوقتي يعني معظم الادوية الطبيعية انا قلت كتير بتلاقوا الداخل فيها النيتن ليب او سبيشالي الادوية الخاصة بالحساسية بالجيوب الانفية بالجهاز التنفسي والازمة على طول موجود فيها النيتن ليب مع حاجة تانية بس دي منها اوكي وطبعا اللي بان اتذكر حطينه دلوقتي بالنسبة برضو معينة في ادوية الحساسية هحتاج اللي بان ممكن ان احبات من اللي بان بسيطة بالليل واخد المعلاقة دي الصبح ده كل ده في وقت الديتوكس بتاعها بتاعتي عشان ارجحها تاني زي ما كانت ان شاء الله اوكي نيجي بال الحاجات العطرية زي ما قلنا هنحط حاجات تغلي واشمها ممكن اللي عنده متوفر بقى الزعتر موج غالي ممكن يحطه كمان مع ورق ممكن اللي غالي بقى خلينا نشربه احسن بدل ما يروح بس في النفس فحنغلي مية ونحط في الورق بتاع الزعتر الزعتر فيه نوعين اللي ورقه عريض في الطايم اللي ورقه رفيع اوي كلهم رائعين ممكن استعمل اللي اتنين بيرفكت المتوفر استعمله اوكي حاخده احطه في مياه مغلية ولما يبرد اشرب واشرب بقى كوباية في اليوم او كوبايتين في زيت الزعتر ولكن زيت الزعتر هو مزيوت القويه اوي ولازم تكونوا عارفين المنتج ده انه هو مزيوت وارغانيك والماده الفعاله اللي فيه نسبتها عالية ومش كل الناس هتاخده فهو شوية مش اوي ولكن خلينا ممكن الكبار وصحتهم كويسة عايزين يعملوا ديتوكس وبيقضي على معظم البكتيرا والفيروسات بيري جود ولكن لو انا باخد دواء احرص يعني مثلا الناس اللي كان عندهم كورونا كانوا عايزين ياخده وبياخده الكرس بتاع الدواء وعايزين ياخده وبياخده حاجات كتير اوي وكمان زيت الزعتر لا خلينا نشربه كده الورق في ميا مغلية خلي زيت الزعتر ماكنش باخد ادوية واخده كده فترة الديتوكس ماشي اخد نقطه واحده على شوية ميا او عصير برتقان مثلا او اي حاجه اسجد بيمشي الحال يعني وكويس نقطه نقطه الصبح ونقطه بالليل حلوة اوي دي بالنسبه للأوراق العطرية كلها فعالة عندي النعناع ممكن امضغ اوراق النعناع مفيدة جدا والبيزل الريحان مفيدة اوي جدا للجهاز التنفسي كل حاجة ليها ريحة يعني جيدة للرئة في بقى عجبة حلوة اوي ونتيجها رائعة من الحاجات اللي تقريبا محدش اشتكى منها خالص وهي سيف امنة في عجبة زيها بس لها اثار جانبية فانا مش هتكلم عنها هتكلم عن الامنة اسمها المالين المالين دي من الاعشاب الرائعة للجهاز التنفسي لطرد البلغة ميسجود للجيوب الانفية اشتغلت معهم حلوة اوي للناس اللي عندها الكحة مستمرة قال كان عندي كحة شهور ولما ختا في يومين راحت الكحة دي حاجة جميلة اوي اه للاطفال هي برضو بيمشي ليها جرعة معاينة لما تشتروا هشوفوا جرعة الاطفال بيمشي حالا مع الاطفال المالين دي من الحاجات الكويسة اوي كمان حتى بتساعد في الاير انفكشن في التهابات الاذن من الحاجات الحلوة الناس اللي بتجيلها دوخة شوية وعندها مشكلة في الاذن لو خدتها وتابعت معاها مع نظام الديتوكس كل حاجة مع اكلي لو انا باكل كل حاجة وبالله غبت في اكلي باكل مخبوزات كتيرة وقلبان وجبن مش حيشتغل معايا الدواء بنفس الفعلية لو انا عاملة ديتوكس يعني ديتوكس تنظيف الجسمي ونظام صارم في الاكل بيشتغل كل حاجة ان شاء الله المالين اس جوت حتناخد منها ممكن فيه محلول بتتباع كده وممكن فيه كمان نوع تاني اللي هو عبارة عن كابسولات انا حط لكم الاتنين دول على امازون اللي مش بيشتري من امازون ياخد الاسم يدور على اي مكان بيشتري منه هتلاقوها في جي ان سي اللي عندكو في البلاد بتاعتكو اللي عاوزين اي هيرب هتلاقوها فيها ان شاء الله موجودة العشبة دي رائعة علجت ناس كتير اوي حتى الناس اللي هم بعد الكنسر بتاع الرئة قالوا كان عندنا مشاكله على طول تعبانين ساعدتهم في الهيلنج من المشاكل بتاعت الرئة الناس اللي كانت المدخنة الفترة طويلة من الحاجات اللي بتساعد مع جراعات الفيتامين سي كله بيشتغل ان شاء الله الرئة بتاعتنا تبقى كويسة محتاجينها في عصر الكورونا ان شاء الله كنو استفدتم الفيديو ده اشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة